ينطلق في السعودية برنامج هم كافة الأهالي والمدارس وهو برنامج رحلة السلامة للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة داخل وخارج حافلات النقل المدرسي البرنامج الذي تشرف عليها وزارة التعليم السعودية سيشمل مناطق عدة وستتم فعالياته بالمشاركة مع الأهالي والطلاب للمزيد حول البرنامج ينضم إلينا من الرياضة الدكتور عبدالله الجريفاني مدير العلاقات العامة في تطوير لخدمات النقل التعليمي صباح الخير دكتور عبدالله صباح النور حياك الله يا هلا صباحك الله بالخير أهلا بك يبدأ البرنامج دكتور عبدالله رحلة السلامة يوم غد ويبدأ من الظهران وسينتقل إلى الرياض فيما بعد وجدة وتبوك العديد من المناطق السعودية ماذا يتضمن هذا البرنامج وما هي الأهداف منه؟ بداية حقيقة هذا البرنامج أو رحلة السلامة هو من ضمن الفعاليات التي تتبناها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال التوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام النقل المدرسية والحافلات المدرسية وهو يأتي ضمن أكثر من 44 مبادرة تتبناها الشركة الهدف الإجمالي من هذه الفعاليات وتوعية الطلاب والطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكافة شرائح المجتمع بالإجراءات المفترضة التباعة عند استخدام الحافلة المدرسية سواء كان قبل الرحلة المدرسية أو أثناء الرحلة وركوب الحافلة أو بعد مغادرتها تتضمن أنشطة توعوية تعريفية هي من باب التعليم بالترفيه هناك حافلة مدرسية تنبنائها بشكل كبير جداً يتم من خلالها تقديم دورة مدتها ثلاث دقائق تقريباً ثم ينتقل الطلاب والطالبات بعدها مباشرة إلى مسرح تفاعلي يتم من خلاله تقديم أفلام كرتونية توعوية أيضاً لتعريف بقواعد الأمن والسلامة والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى يعني هذه الدورة التعريفية أو الرحلة التعريفية نجاز التعبير دكتور عبدالله هل هي ستكون جديدة على الطلاب؟ الطلاب أيضاً يستخدموا الحافلات شنو الجديد؟ ليش هذه الدورة؟ أو الرحلة؟ حقيقةً هي من ضمن الإجراءات المتبعة أنه يكون مجال التوعي والتعريف بشكل أكبر وبشكل موسط أو بشكل مكثف عادة ما تكون الحملات حقيقة بشكل يعني وقتي في فترات محددة ولكن الآن نحن نتبنى برنامج مستمر ومتواصل هناك أنشطة تتم داخل المدارس ولكن نريد أن نوصل هذه الرسالة أيضاً إلى أولياء الأمور الذين عادة ما يتواجدون في المجمعات التجارية نريد أن يشعر أيضاً ولي الأمر بالمشاركة مع الطالب والطالبة وإكسابهم مثل هذه المهارات من خلال المشاركة أيضاً طيب يعني خلينا نتكلم أكثر عن الفعاليات التي تضمنها البرنامج أو المبادرة ما ستكون هناك مشاركة عائلية ما بين أولياء الأمور وما بين الأبناء أم ماذا؟ كيف ستصير الأمور؟ نعم صحيح ستصير الأمور أولاً ستنطلق الفعاليات بإذن الله تعالى من يوم الغد في مجمع الظهران مول لمدة يومين الخميس والجمع في يومين تبدأ من الساعة الرابعة حتى الساعة العاشرة مساءاً الفعالية تبدأ في البداية بدورة تدريبية على الحافلة داخل الحافلة لمعرفة الحافلة تفاصيل الحافلة المناطق الخطرة المحيطة بالحافلة الحافلة أيضاً هناك رسومات بيانية وإضاحية حول الحافلة المناطق الخطرة المناطق الأكثر خطورة داخل الحافلة أيضاً الإجراءات الواجب اتباعها أيضاً داخل الحافلة وأيضاً الانتقال مباشرة إلى مسرح تفاعلي لشرح المزيد من هذه الإجراءات من خلال بعض الأنشطة التوعوية المناسبة للأطفال بالإضافة إلى أن هناك أيضاً ألعاب ترفيهية أخرى للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة وبالإضافة إلى أن هناك أيضاً سيكون هناك قسم خاص للراغبين أيضاً في التسجيل في خدمة النقل المدرسي من أولياء الأمور الذين لم يحقوا أبنائهم بهذه الخدمة دكتور عبدالله خلينا نتكلم بواقعية أكثر بأنه يعني اليوم الطريق والقائد المركبة والقائد الآخر أو الساق الآخر للمركبة الأخرى هم عوامل أو المثلث في الأمان والوصول بسلامة إلى أي هدف هل هناك تعاون مع وزارة الداخلية خلينا نتكلم بأنه تجديد تغليض العقوبات على من يعرق سير هذه الحافلة تعريض الحافلة لأي خطر؟ صحيح الحقيقة منظومة النقل التعليمي في المملكة العربية السعودية تشترك فيها عدد من الجهات وزارة التعليم تضع السياسات وزارة النقل وهيئة النقل العام تضع التشريعات شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي تقوم بالتنفيذ والإدارة والمتابعة وترسية العقود على المتعاهدين ومتابعة تنفيذ الخدمة وما يتعلق ما ذكرت أخوة عادل قضايا الإلزام هي من المسؤوليات على وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للمرور أنا أعطيك مثلا نموذج من هذه النماذج نظام أو لائحة الجزاءات والعقوبات التي صدرت في أغسطس الماضي في عام 2016 نصت في أحد بنودها على أن من يتجاوز الحافلة المدرسية أثناء إركاب الطلاب أو إنزالهم يتم تعرضه لمخالفة تصل غرامتها إلى ستة ألاف ريال الجانب الآخر أيضا هناك أيضا تكامل ستة ألاف ريال لمن يتخطى الحافلة يعني هذه عقوبة مغلبة نعم لمن يتخطى الحافلة نحن الآن الحافلة المدرسية أصبحت لاهاوية مميزة الآن أصبحت بلون أصفر هناك ذراع إلكتروني على متقف بمجرد انفتاح هذا الذراع الإلكتروني يجب على سائق السيارات الموازية للحافلة المدرسية أن تتوقف في حال عدم توقفها يتم مباشرة من قبل إدارة المرور مخالفتها هذه من ضمن الأنظمة المتبعة بالإضافة إلى أيضا تكامل في جانب آخر دكتور عبد الله يعني عشان نطمئن الأمهات والأباء أكثر ما هي الإجراءات الأمن والسلامة التي يجب إتباعها داخل وخارج الحافلة ولكن هناك عملية توعية بها نعم الحقيقة يعني يمكن تفاصيل مثل هذه الإجراءات ستكون معروضة بشكل أكبر لكن نحن حينما نقول رحلة مدرسية فنحن نتحدث عن قبل الالتحاق بالحافلة هناك دور للأسرة أيضا لتهيئة الطفل لاستقلال الحافلة المدرسية يعني أنه يكون بشكل مبكر قبل وصول الحافلة أنه يكون في المنطقة المخصصة وعند ركوب الحافلة أيضا هناك تجهيزات داخل الحافلة المدرسية ربط حزام الأمان بالإضافة دكتور عبد الله يعني بس لأن اختصار رح ينتهي وقتنا هذا عن وزارة الداخلية وعن الأسرة ماذا عن قائدي الحافلات اللي يتبعونكم نعم قائدي الحافلات المدرسية أنا أقول نعم قائدي الحافلات المدرسية أيضا يتم استهدافهم ببعض الأنشطة التوعوية لا يلتحق بقيادة الحافلة المدرسية إلا بعد خضوعه لدورات تدريبية مكثفة الآن انطلق فريق مكوم من شركة تطوير للنقل التعليمي وزارة الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام لوضع معايير وأسس لمنح رخصة خاصة لسائق الحافلة المدرسية الآن سائق الحافلة المدرسية يمارس هذه المهنة من خلال الرخصة العمومية هناك شروط ومعايير ودورات تدريبية مكثفة يتم إخضاع سائق الحافلة المدرسية لها بالإضافة لتطمين أولياء الأمور أيضا الوقت انتهى معينا أشكرك جزيلا شكرا وصلت الفكرة ومبادرة ممتازة شكرا لك دكتور عبدالله الجريفاني مدير علاقات العامة في تطوير الخدمات النقل التعليمي شكرا جزيلا لك